مش محتاجين فراخ كتير هو فقط ربع فرخة هنعمل منه 29 كطعة من دوناتس الفراخ نحفاظها في الفريزر ونخرجها على طول قبل المدارس نعمل منه سندوتشات ونجهز اللونش بوكس ونجدد لولادنا كل يوم اهلا بكم في قناتي توتي فودي النهر ده هعمل معكم دوناتس الفراخ هنعملوا مع بعض بطريقة بسيطة جدا وسهلة اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها هنبدأ على طول بالمكونات بتاعتنا وهي عبارة عن ربع فرخة بصلايا بطاطسايا ملح وفلفل اسود مرأة فورية لو متوفرة عندكم وعملتها معكم قبل كده في فيديو الفورية والمكعبات هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق اللي يحب يشوف طريقتي نص معلقة توم مفروم ومعلقتين بقصمات مطحون لو ما فيش بقصمات نحط بدلهم نص رغيف فينو في الكبة او في المطحنة اللي عندي هجيب الفراخ وقطحها وهقطع البصل صغير وحطه معاها وهسلق البطاطسايا كويس جدا وقطحها مكعبات وحطها معاهم هضيف التوم والملح والفلفل اسود والمرأة الفورية ومعلقتين البقصمات مطحون او نص رغيف فينو هطحنهم كويس جدا خليط ناعم انا عايزاهم ناعم جدا هقلبهم عشان اتأكد ان كل المكونات بتختلط مع بعضها وابدأ اطحنهم كويس جدا في الكبة او في مطحنة الخلاط حسب اللي متوفر عندنا خلاص كده اتأكدت ان هم اطحنوا وبقوا بالقوام دوت هجيب اي كيس عندي وافضي كل الخليط فيه وحط في التلاجة عشر دقايق بس يسقع شوية وبعد كده هبدأ اشتغل فيه على طول هبدأ اجيب المقص واقص حرف الكيس ما تكونش فتحة كبيرة عشان يطلع الدونس شكله مش كبير قوي وهبدأ اعمله دواير ولو لقيت انها صعب عليها هدن ادية بالزيد واخد كطع كطع قد بعض اعملها زي قرص كده الطعمية وفرغها من النص وده هتبقى طريقة سهلة للي مش يعرف يعملها بالكيس ولو لقيت برضو الطريقة دي تصعب عليها ممكن اعملها زي قرص الطعمية وحطه على الصينية يفضل يكون فيه كيس او ورق خبز عشان ما تلزقش وبغطأ زي زي ابدأ افرغ الشكل من النص زي ما انتم شايفين بشكل دوت هنغلف دونس الفراخ من بره بيضة ربع كباية لبن ملح وفلفل اسود خلاص قلبت البيضة مع اللبن والملح والفلفل اسود في ربع كباية دقيق هجيب دونس الفراخ هحطه في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده حوالي نص كباية بقصومات مطحون هغلفه بيها من بره يبقى اول حاجة دقيق بعد كده البيض واللبن اخر حاجة البقصومات المطحون هطلعه على صينية مفرودة وبعد كده هدخلهم الفريزر وأول ما يجمد هطلعوا وفضيه كله في كيس واحفظه في الفريزر في أي وقت قبل الاستعمال هطلعوا قبلها بعشر دقاي أقدر أقليل سندوشات المدارس أو لوجبة غدا هجيب زيت في طاصة صغيرة خالص مش كبيرة عشان ما ياخدش زيت كتير وأبدأ أحط كميات قليلة والزيت يكون غامرها لما تكون الحلقة أو الطاصة صغيرة هتلاقي الزيت بيغمرها وبتتقلي حلو جدا وزي ما انتم شايفين وسمعت في أول الفيديو الأرماشة بتاعته حلو جدا واقتصادي وموثر نعمله لولادنا في البيت ووصفة النهاردة خلصة عملنا مع بعض دونالس الفريخ 29 كتعة بربع فرحة بس هسيب لكم في صندوق الوصفة في أول تعليق أفكار للانش بوكس تكفي الأسبوع كله وكمان أفكار للحاجة الحلوة صحية واقتصادية نعملها لولادنا في البيت بدل ما يشتروها من بره وهسيب لكم المرأة الفورية والمرأة المكعبات للي يحب يشوف طريقتي وأفكار للكروسون والطوست نعملوا لولادنا في المدارس بطريقة اقتصادية لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة تضغطوا لايك تبعاتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم بحبكم جدا جدا نشوفكم في فيديو جديد ربنا معاكم سلام